بر الأمان وحصتنا اليوم كما كل حصة بروبرتاج نتنقل فيه في كامل ترابي الجمهورية في بر الأمان ثمزيدة كرونيك من أصدق مجلس نوعب الشعب مع أمنا شبعان وعدناكم بش نكونوا قرابلكم أكثر من اللي تتصوروا وبش نجيبوا الإذاعة لكم أنتوما وين أنتوما حاولنا نكونوا في المجلس معكم اليوم لكن للأسف المجلس الدخول ليه كان أصعب مما كنا نتصوروا إذن أحنا اليوم معكم في المباشر من استوديو الإذاعة الوطنية معكم شايمة بوهلال يرفقني محمد حدث في تقديم مرحبا محمد شو موضوعنا اليوم مرحبا بك شايمة يا عيشك موضوعنا اليوم هو تواجد النواب في الجهات نحن بضبطه في استوديو خمسة والأسألة التي نترقلها اليوم هل النواب بالحق قاعدين يعديوا في الأسبوع في جهتهم كل شهر هل كل مواطن عنده فرصة بشل تقيم عن نائب اللي يمثلوا على الأقل مرة في شهر وهل يكفي هذا أنه المواطن يوصل صوته كيفية أسبوع الجهت زادا يتم تحديده داخل مكتب مجلس نواب الشعب وهل ممكن يأثر على حياة المواطن شنو الأنشطة الأخرى اللي ممكن تقرب النائب إلى واقع الشعب ضيوفنا اليوم رحبوا بيهم أمينة غرات منسقة برنامج تشريك المواطن في جماعية البوصر مرحبا بي كمير يا عيشك يا محمد مرحبا ضيفنا اليوم وليد العويسوي مواطن والناشط مدني من مدينة القيروين جيت بحثينا اليوم مرحبا بيك وكان من المفروض أنه يكون معنا سيمونجي الحرباوي اللي هو عضو مكتب مجلس نواب الشعب ولي هو مكلف شايمة بالإعلام والاتصال في الحقيقة حاولنا أنه سيد نائبي شرفنا بحضوره لهنا بلخص أنه الموضوع هذا يهمه مباشرة ولكن بعد ما أكدنا البارح أكدنا البارح تواجده متاع ولكن اليوم يبدو أنه في الكاف مهوش في مجلس نواب الشعب إذن مهوش بش ينظم لنا في استوديو نفرح أنه نائب يكون حاضر في جهة ماش اليوم في مجلسة عامة اليوم لا فما ليجين وبعض الليجان اللي نعقدت هو عضو فيها فممكن يكون عذر بعذر التغيب متاعه إن شاء الله مثل ما حد شيء وذيك أحد الباس وإن شاء الله كنا في الخير معنا في الكوليس من جهة الأخرى من استوديو شريفة الرياحي في مساعدة الإنتاج ولي كيب تبركه للكول بتاع الإذاعة الوطنية لها تساند فينا من تالي على خطر اليوم أول مرة بقى أنفيت نبثوا في المباشر ونبثوا في المباشر من الإذاعة الوطنية رغم أنه روح برنامج برا الأمان أنه هي تكون كيف ما قلت شايمة قريباً للمواطنين تكون مثلاً كيف ما نمره لو لما نمشينا بلدات القروان المرة الثانية كنا في الجامعة الشعبية في سيدي حسين كان من المفروض اليوم نكونوا في مجلس نواة بالشعب وكيف ما قلت أنت تعذر علينا الشي هذا إذن بش نبثوا نقعد معكم الساعة هذه تومذي ساعتين ساعة دقائق شايمة أي بش نبدايو حستنا بالربرتاج نعم لش نواة يصرح أسبوع جهد هذا سؤال نجم يظهر إجابة متاعه بديهاية شوية تقريب المواطن لصنيع القرار والسلطة التشريعية تشريك المواطن في نتاق مبدأ الديمقراطية التشاركية كلم كبير هذا كلم كبير هذا كلم كبير إلى آخره أمينة قاعدة تضحك معنا وليد زادة أما من الأخر من الأخر من الأخر لشنوه يصبح عفيت إحنا مشينا سألنا نواب سألناهم هما في تجربتهم كيفيش صرحوا لهم أسبوع الجهد سألنا يد هماني اللي هو نائب عن الحزب الجمهوري من سديانة واللي هو كان حضر في التأسيس يعني عنده خبرة في الحياة البرلمانية كبيرة برشا نقدر حليك أنو نسمعو إياد الدهماني يفسرنا علاش وكيفيش أسبوع جهد كان صار حلو واحد كي يرجع للجهة يذكر الهم الكبير الكبير متاع المشاكل اللي عند الناس واللي عندها مشاكل مع الإدارة عندها مشاكل مع حل إشكالات قانونية عندها مشاكل مع في الحصول على الترخيص لبعث مشاريعها هذا أغلب المشاكل التي تعرضو له هو يمكن أكثر حاجة تلفت تلتباهنو فما عديد من المظالم يتعرضو لها الناس تلقي شخص عنده الحق في منحة عائلة معزوزة واللي يدور معنا تريد دارت الكل ما يتحصلش عليها ويلزم نائب من نواب يدخل باش يلقى حل مع الوزارة المانية فما مثلا أنا أكثر حاجة أذكرها الفين وثلاثة أظهر اللي صارت فيضانات عملنا مجهود كبير باش الفلاحين في جهة سليانة يتحصلوا على تعويضات متاعهم هذا ما وقت أزد كيف كيف تذكر جايت في الأسبوع متاع الجهات كان مهم موقتبشين الرئيس الحكومة ولقينا حل في الموضوع أنا إياد دهماني منتخب عن دائر سليانة أنا أسمعوا تاوى نائب من ندى تونس صيحات من فرجاني اللي يمتخبوه في دائرة ألمانيا يفسر لنا كيفاش أسبوع الجهات ساهم في تسهيل حياة المواطنين مش اللي في تونس كهو لكن زاد اللي مقيمين في الخارج أحنا مثلا نتوى الخطة الجديدة متاع ملحق الاجتماعي ناخذلك على في ألمانيا مثلا الملحق الاجتماعي تم تعينه من وزارة شو الاجتماعي أحنا كنا لازمنا مساعدي ملحقية الاجتماعيين يكونوا من أبناء الجالية لأنهم يتقنوا اللغة الألمانية وتكون عندهم علاقة مباشرة بالسلطات الألمانية اللي ما تقبل كان شخص يتقن اللغة وهذه إن شاء الله مشين فاها لقيت كما أقوله من المبدأ موافقة ولكن لازم عليها شغل إن شاء الله النجم نحقها بقات نظر على الملحق الاجتماعي هذو مزوز عينات هذو مزوز عينات يوريونا كيفيش الأسبوع في الجهات ينجم يسهل حياة فلاحين في سلينا مثلا وتوينسا مقيمين في ألمانيا اللي يعمل فيها النواب هو في الحقيقة النجم نعتبروه كمراقبة لأداء الحكومة على خاطر القنصوليات الإدارات الجهوية وغيرها هي جزء من السلطة التنفيذية اللي متمثلة في رئاسة جمهورية وفي الحكومة إذن تواصل مع النواب في أسبوع الجهات بش يسمح للمواطنين بش يتحصلوا على حقوق اللي ما نجموش يتحصلوا عليها المختلف الأسباب حاتم الفرجاني اللي اسمعني هتوى هو مساعد رئيس المجلس في مكتب مجلس نواب الشعب أما اسمعنيها برشا كلمة مكتب نواب الشعب مكتب مجلس نواب الشعب المهم برشا في مجلس نواب الشعب وعنده باشا مسؤوليات النجمو قولوا منها إنه يضبط رزنامة المجلس معناها مثلا هو يحدد وقتين اللي يجان تجتمع أسبوع الجهات اللي بش نحكيه عليه اليوم ووقتين بش يكون وزيدا يحدد الميزانيات متاع المجلس يشرف على مراقبتها وتنفيذها وغيرها المكتب هذا يتكون من رئيس المجلس ونيب لولو ثاني متاعه وعشا نواب على حسب التمثيل النسبي ونظرا أنه حاتم الفرجاني نائب عن دي تونس من دائرة تلمانيا هو عضو في هذا المكتب اللي مهتم بالتونسيين بالخارج يساهم يعني في إقرار رزنامة المجلس ويساهم في إقرار أسبوع الجهات أو عدم إقراره سألناه عليش أسبوع الجهات ما هوش مفعل نسمعوه تم في آخر اجتماعة مكتب المجلس اللي يكون أسبوع الجهات بش يكون طوى رسميا آخر أسبوع في الشهر كان عن تأخير كثير في القوانين اللي كانت نتعطلها واللي اخذناها من المجلس التأسيسي ووصلنا في العمل وكان هناك بطأ أيضا في العمل بطأ ناتج على كون هناك ديمقراطية في النقاشات في الجلسات العام اللي اخذت برشة وقت في أساعة ولا تخمس ساعات في الفترة ديك كانت سعب جدا بش ناخذوا أسبوع الجهات كل شهر بصفة منتظمة هو صحيح موجود في النظام الداخلي اللي لزيارات ولا الأسبوع الجهات يكون موجود النواب بتاع الخارج قال لك لابد من تنظيم وتفعيل هالقرار اللي اخذناه على مستوى مكتب المجلس وهو موجود في النظام الداخلي عندك الحق وبقولة ربي لتوى معانيش حتى اشكالية وكل شهر النواب الخارج بشي مشهول الجهات المتاح هم حاجة ألزمية يعني بشيوالي قانون خطر نظام داخلي ما هوش ملزم الآن هو ما هوش قانون هو شوف أنا بالنسبة لي هو قانون أخلاقي يعني خليني سيدي أنا مواطن حب نحسب النائب متاعي وقوله يا سيد النائب أنت يلزمك تجيني حسب النظام الداخلي فهي تنظيم 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 أنا هو المرجع على القانون اللي نوص على هذا أنت تحب تعمل مشروع قانون عنا نظام داخلي أنت أنا اللي يحكم فينا واللي ينظم كيفية التعامل النايب سواء داخل الجلسة العامة ولا في اللي جين ولا في مكتب المجلس بصلاحياته وأيضا دوره اللي كونه تكون عنده علاقة مباشرة بالناخبين متاعهم اللي نفهمه من النقاش اللي دار بين محمد وحاتم فرجيني أنه النظام الداخلي أوبليغاسيون مش أوبليغاسيون اللي نفهمون الأمور مش واضحة في الحقيقة المشكلة أنه النظام الداخلي ما هوش قانون معناها ما نجموش ونقوله فما موجاوزة للقانون لكن المواطن الناجم والمواطن هنا كما أحنا هنا قاعدين وكما يكون النائب يعترض على المكتب متاع المجلس بحجة أنه تجاوز السلطة لأنه الدستور يقول أنه المجلس ينظم الخدمة متاعه نظام داخلي يعني المجلس لازم يحترم نظام الداخلي متاعه مثلا في حالة عدم إقرار أسبوع جهات في كل شهر هو ما تم حتى شيء ملزم بالفعل يدهمين يتلقينا به 16 مارس اللي فات في قلب أسبوع جهات اللي تم إقراره جمعة الثالثة متاع شهر مارس بالضبط من 14 إلى 18 مارس نسمعه شو قال أحنا للأسف اللجنة المالية نوابها من الجموش يتمتعوا بأسبوع جهات نظرا لأنه عنا التزامات مهمة عنا قانون أساسي للبنك المركزي وعنا قانون يتعلق بالبنوك فيهم استعجال نظر وفيهم التزامات مالية للدولة تجاه شركائها لك علش إذا منعديوهم قبل نهاية شهر مارس وبالتاني ما اتمنى لتتناش بسبوع جهات وإن شاء الله نحاولوا نعرضوه في وقت آخر والمواطنين اللي أنت يتمثلهم يعني في الدائرة الانتخابية بتاعك شنية الرسالة اللي تنجم تصل لهم يعني إذا كان أنت سياتك مثلا ما تنجم تكون حاضر حاجة بيينوا العلاق قاعدة غطفة وبالتاني لاخي بيوتارك حلو تلزف الليل شوفوا اللجنة تخدم ونوابهم يخدموا ما همش في أسبوع جهات ما جوش للجهات لأسباب آخر الالتزام اللي أجبر اللجنة بتاع المالية باشتخدم سباح وليل وحتى في أسبوع الجهات هو القانون الأساسي للبنك المركزي صندوق النقد الدولي فون مونيتر انترناسيونال للأفيمي يعرفوه هو اللي شرط أن القانون هذا يكون مصادق عليه من طرف المجلس قبل 15 شفريل وهذا يحسب ما أفاد به السيد وزير المالية سيسليم شاكر داخل اللجنة علش على خطر الأفيمي باش يعطي أفهمي وتونس باش يسحوا على قرض جديد في 20 أفريل والشرط من شروط الصندوق النقد الدولي أنه يتم المصادقة على هذا القانون سيدي الدهماني هو يرأس اللجنة المالية يعني هو يضبط رزنامة اللجنة هذه فنظريا كان ينجم يقول ليه الجهات والمواطنين اللي نمثلوهم أهم الأفيمي ولكن حتى هو حتى لو كان قال هكا خلينا نتصوروه قال يا سيدي ما تميش اجتماعات من 14 إلى 18 مارس ثم برشة معضلات ومشاكل أخرين اللي نجم يواجههم النائب سألني وجاوبنا وللأسف معنا تهيل لحد الآن معناش سيستام دو بيرمانس مثلا نعرفنا في عديد من الدول أنه سواء في الولايات أو في البلدية فما مكاتب للنواب اللي يستقبلوا فيها المواطنين أحنا هذا يمزال معناش وثاني في مكاتبهم الخاصة يا في مكاتب حزابهم يا يعطيهم موعد في أماكن عامة في قهاوي في سوق يعني هذا من النقايص اللي ما زالت عنا في تواصل النواب مع المواطنين النقايص هذا شنو يخد للحل الحل المتاح هو أنه سلطة تنفيذية وخصيا أساسا الحكومة تاخد قرار بتوفير فضاءات للنواب يستقبلوا فيها المواطنين في الفضاءات العمومية سواء أساسا الولاية المعتمدية البلدية يكون فيها على الأقل مكتب يدولوا عليه النواب لاستقبل المواطنين ولكن في نفس الوقت مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية يعني نجم هو يفرض على الحكومة ليه مجلس نواب الشعب هو سلطة الأصلية ولكن صلاحياته مضبوطة كل ما هو التنفيذي عند السلطة التنفيذية عديد المرات توجهنا بطلب وإن شاء الله في اللقاء المقبل مع الحكومة نذكرها بالموضوع من المجلس خلينا نمشي والتيلة في ولاية القاثرين يوم يوم لقاء نظمته جمعية البوصلة ما بين النواب والمواطنين المبدأ سهل الجمعية اللي هي معروفة بمراقبة ناشاط المجلس والبلاديات وميزانية الدولة واللي مثل اليوم أمينة غرار نعود الرحبو بها الجمعية هذي تخلق فرصة لقاء ما بين المواطنين والنواب النواب اللي ما هومش مجيها هذيك أو اللقاء كان في تيلة من ولاية القاثرين ذكرنا وقت اشتار 21 21 ففري 21 ففري الحوار كان فيه المسائلة المحاسبة الاقتراحات والتشكية حوصل النقاش هذا مع رئيسة جمعية البوصلة أنس بن عبد الكريم كنت فهم مستوى متاع وعي ساعاتنا نساو هلي عند الناس لك شبوس كو حتى نواب كانوا متفشئين بالمستوى الواعي ولا حتى اللي معناها برشة من التدخلات ما كانتش طالبيت شخصية ولا على مستوى شخصي كانت بالعكس على مستوى الجهة بعد كان فهمة تشنوش للمرأة أخرى حاجة عادية برشة حاجة عادية خاصة في الوقت متاع الكخيزة تيها أما زيدة شفونس ك المفيد اللي بعد النقاش ذي يولي النقاش أكثر أكثر دورية على خطر ذي ممكن النقطة اللي خرجت أشك فوع اللي مش لازم ديونا أنكت كريس جمعية البوسلة استدعات أربع نواب يا أخي حتى اللي ما همش مستدعين جايوا وولينا لكثرية كينا كنت حاضر كانوا ثم سبع نواب سبع نواب يقول القائل على حساب هذي هاي جمعية البوسلة بشتولي تعاوض أسبوع جهات اللي تم أقراره أنا سؤال هذا وكيف كيف رئيسة جمعية أنصب العب الكريم اللي قاعدة تمشي هاي في تيلا في اتجاه مكان الحوار كان في ساحة عين تيلة ساحة عين تيلة بالضبط في حجاقة عين تيلة جاوبنا على سؤال هذي أنصب العب الكريم وابتبع احنا دي ما نقوله خدمين ما نحبوش نخدم خدمة المجلس أما ساعات لازم كتو غبائل لازم كتذكر عليش اللحواج هذي مهمة كيما اليوم كيما اللي صار اليوم يظهول النواب فيهم عليش لازموا ميجيوا أكثر من مرة معنام ينجموش يجيوا مرة في العامين ويتوقعوا اللي نيازش كون فرحانة بيها النقطة الأخرى اللي صحيح صحيح كي نعفو اللي اسبوع الجيهات موش قاعد يتكرس موجود في النظام داخلي الليوم ما عندوش موش قاعد يتم تفعيله في أرض الواقع دونك يظهر لي احنا من الحاجات يباش نخدم عليها أكثر من اللي نخدم خدمة المجلس واللي احنا بالعكس نزيدو نعملو ضغط على المجلس شوه يفعل جسلمو النقطة هذي احنا بش نكمل ونعملو لحلقات النقاش هذي وخاصة داني احنا حلقات النقاش هذي هي اللي نسيب لباء نواب الجيهة هي لسيب النواب غيره نواب الجيهة على خاطر احنا نقمنو اللي النقب في اللخر هو نقب التوزكن نقب الشعب الكل موش قاعد نواب الجيهة متاعهم في اخر الروبرتاج متاعنا بش نعطيه الكلمة للمواطنين اللي هما حظروا لقاء هذا في تنا واللي حوصلوا خير من الكل كل شي صار وهما اولى وهما المعنيين في نهاية الامر بنواب وتوجدهم في الجيهة اسمعهم يجو معناها يعملوا اجتمعنا فانتي ولا كن هيرين سياسة يمشوا وما نشوفوا حتى شي مالعليش انتي يجي تسمع فهم نجي نزمان فيهم ما خطر معناها سبحان الله هذه حاجة طبيعية يجي بلدي لازم ينحن نطلع نشوف ثمش ما ثمش لكن حكاية زي داري معنى حكاية زي شكيت وشكيت وقبلت معتمد وقبلت attempts وقبلت... وشي والله ماريت شي الهدف كان انه النواب يلتقيوا بالمواطنين والمواطنين يلتقيوا بالنواب كنينت قيمك انت شي هناك سمعت التدخلات اجيبي مدام نحكوا على ديمقراطية تشاركية انتفعلوا مبعارنا يسمعونين النواب ويقربوا لنا اكثر بش احن نقربوا لهم اكثر كيف كيف بش يسمعوا مشاكلنا يسمعوا همومنا المحلية والوطنية عنا تعرف مشاريع في تيلة مشاريع معناها في تيلة معطلة بيتيعلت وشنوه؟ أراضي اشتراكي انت طوى مثل من الشعب أقوى حيش أقوى من حكومة يزمك تفرض أخي وعليش تصوت كيكة تصوت تبع في الكوتل تبعش الكوتل تصوت شعبك بش بش الخمس سنين يجي يقولك وش أدير والناس لوش على المعيشة نطيع على الكرامة نحن صرنا على الكرام نحن عملنا دستورة على الكرام يجيوك مرة طلع وشنوه؟ ديما كاكل واحد كاكل عبارة على موسمية زيارة موسمية وقتقرب انتخابية يجي مثلا مش انتخابية ما يجيكش ما يجيكش ويعطيك أوعود طول انتخابات البلدية وقريبة كيه عدم قدوم النواب مرة في الشهر وسبوع في الشهر كيف ما ينص عليه نظام داخل متاع المجلس كيفية؟ نحن نشوف روحنا مثلا نحن نشوف روحنا كتلة انتخابية لا اكثر ولا اقل حس بروحي يقولي حتى السياسيين كيجونا حسهم كاينهم معناها يتزايدوا علينا كان جات ديما ديما الحوارات هذه ترتقي حتى بالحوار وترتقي حتى بالمواطن وترتقي حتى بالمواطن يعرف يولي نحس بالترانسبرانس حس بالشفافية كي نخبت مش لمشي تحرام نخبت نخبت مواطن بشي دفع علينا نخبت بشي دفع علينا هذي كانت اخر جملة للمواطن من تيلة اللي حضر الحوار المنظم من طرف جماعية البوسلة في مدينة تيلة متسمعينا الرحبو بكم من جديد انتم ما تسمعوا في برنامج بر الأمان معنا في استوديو أمين غراد منسقة برنامج تشريك المواطن في جماعية البوسلة اللي اشرفت على تنظيم الحوار اللي صار في تيلة اللي كنا نسمعوا فيه معنا زيدة وليد العويساوي نعود الرحبو بيك وليد انتي مواطن وناشط مدني من بلدية القروين معايا شايمة بوهلال في التقديم وانا محمد حديد رفقكم حتى الماضي تليسة عالكنسول محمد العميري وفي التنسيق رامي محول ومجوري سامحوني ومعنا زيدة شايمة معنا شريفة الرياحي في مساعدة الانتاج نعود ونرجع شايمة جزت باش نذكر المستمعين انو مينجموا يتفعلوا معنا على صفحة الفيسبوك اسمها بر الأمان ولا تويتر كيف كيف اسمه بر الأمان نخبت باش دافع علينا امينة غريد شنو التعليقك على روبرتاج هذي احنا البوس نظمنا هاللقاء هذا بين المواطنين وبين النواب كانوا مش على الجهة وتم استدعى للنواب الجهة معناتها هذي عينة متاع مواطن قال وش قالك هو يعني الحب نخبت باش دافع علينا نخبت باش دافع علينا امينة عليش احنا نظم البوس لا تنظم هاللقاء سؤلت محلو هذي كامل الى جانب أسبوع الجهات يتم تفعيله ولا ما يتمش تفعيله في إطار المواطن يوم من الأيام ما انت انتخب يوم من الأيام انتخب النئب متاعه الدور المواطن ما يقفش عن انتخب ديمقراطية تمثيلية ما تقفش وقت من انتخب المواطن مطالب انو يسائل ويتابع ويناقش النائب البوصلة نجيبه النواب نهزوهم للجهات باش هو معناتها قالك ما انتخبتوش باش ما نشوفوش باش يناقشو ويتابعو تم المثائلة في مواضيع اللي تخص الجهة وليد الروبرتاج كان فيها صحيحة حكينا على تواجد البوصلة في تيلا مع النواب والمواطنين مزادة كان فيها النواب ساعات يبرروا علاش ما فهماش أسبوع الجهات ساعات يحكيوا شو كانوا يعملوا في أسبوع الجهات انت قبلكو شي شاب ومواطن من القروان وصوتك شاب شوية اللي كان يحكي من تيلا معنا نتور عندي سؤال هل انت توافقوا هل متوافقوا شونا تشوف دور النائب تواجدوا في الجهة هي اهم اهم نقطة معاتها اللي قلتها الخرانية انو دور الناب معاتها دور الناب هو محل السؤال في الزيارة ولا في غير الزيارة في الاخر بالكل اذا كان باش ننظموا زيارات نتع نواب في الجهات جوست باش الناس تقدم ملفاتها في المصوات كي ما كنا نعملوا قبل مع المعتمد والعمدة مش هذا الهدف في ذول ودي جاء احكي عليه نايب بكري يعني انا تفجعت بكري كي سمعت مع رش اياد دهماني ولا شكون قال والله يمشينا وحكيونا على مشاكلهم ومكش عليش يبي يا اياد دهماني اللي حبي يحكي لك مشاكل تفمى وطر اخرى تحكي فيه على مشاكل اما انتي كنايب رهو فمى مشاكل كبيرة في جهات معينة لازمك تشخصهم وتسمع التشخيص انت على عباد وساعات حتى فمى جهات تسمع منهم حلول ومقترحات متاع حلول دونك في رأيي التجربة البرلمانية في تونس عمرها تاوى خمسة سنين من مجلس تأسيسي عيب انو مزلنا بعد خمسة سنين في نفس نقطة الانطلاق الولانية متاع الفين واحدة شاللي والله يجاونا ما جاوناش وسمعونا ما سمعوناش كان المفروض انو بعد التجربة هذي السؤال المطروح يولي بعد لا سمعونا شنو تبدل هل انو يسمعني ويمشي روح ولا يسمعني ويهز الصوت متاعي غادي كغلي ومن هنا النجمو نضرحوا المشكلة في إطارها التفصيلي لانو متحكيش على أسبوع جهات خارج المشهد العام الموجود في البلاد فيه علاقة المواطن بالسياسيين والمواطن بالسياسة بالتفاع وليد انتي يقول القائل عليش فريق برلمان استدعى وليد بالذات لكثري النجمو انتي ولا احنا نجيب وهو استدعينيك على خطر انتي حذرت في أسبوع أسابيع الجهات اللي تنظمت في ولاية القيروان حذرت عليهم الكل في وقت التأسيس إلا الاخرين إلا الاخرين إلا الاخرين مش نتذكرهم واحد واحد خطر الأسبوع الجهات اللي ساروا السنين اللي فاتوا الكل كان واضح يصير إعلام في مكان عام ولا في قاعة عامة أسبوع الجهات الاخرين كلمتني شايمة معتها تسئل فيي على القروين قلت له رو ما صارش خطر ما عنديش إعلام كدخلت عملت رشارش حتيت أسبوع الجهات في القيروان على جوجل يا رحم والدي يا أخي قل لي معتها راهو صار لسيز مارس كدخلت عملت طلعة تساور في الصفحة متاع الولاية ونلقاهم شي والزوز معتمديد وثلاثة حوم معتها ثلاثة نواب والوالي اك الزيارات الميدانية الفوجئية دونك أوتوماتيك ما ما نجامش ناس مع بي لأنو ما جانيش الحوم تي هو غادي يا ظلي فمزوز أشياء تحكي عليهم وليد أول حاجة شو نوع المشاكل اللي طرحوها المواطنين أو شنو المعلومات اللي يلموها النواب كيمشيوا أسبوع الجهات يعني اسكوا يسمعوا مشاكل الناس الشخصية وقال لي شخص والواقع اللي موجود أمينا نتصور تنجم تقول لنا برشا مش على أسبوع الجهات أما كي حاطينا النواب في وسط المواطنين شنو أشياء اللي أكثر حكيوا عليها المواطنين كيفش كالنقاش أحنا أصلا اختيار يعني النواب اختيار النواب كي نختاروهم هو تصير فيزيت قبل للبقعة تصير 3 فيزيت حتكات اللي نطلع فيها أين وندور ونشوف المواطنين شنو كي نحكي معاهم يعني في شارع في أي بقعة شو ما المواضيع يعني ومن بعض احنا نختاروا النواب كي ما قلنا عن غير الجهة على حسب اللي جين يعني على حسب المواضيع مثلا لجنة الفلاحة والصناعة لجنة تنجية ولا نيخدم باش من بعض يعني يصير حتى يصير الحوار ما يكونش النائب أوت يعني كل نائب من حاضرين يكون مثلا عنده فكرة يقول واحد يكون عنده فكرة على ملف الفلاحة يخرى على التونسين من الخارج ووحد يخرى على المالية مثلا الموضوع يعني يكون قريب يعني نائب على الاقل يعني في صلب الموضوع معناتها يعني وليد انت تشوف أسبوع جيهات أو تواجد نائب في الجيهة متاعه لازم يكون عنده موضوع نحده الموضوع من قبل ولا كيفش نجم نستفيده أكثر منه هو مفروض الأصل في الشيء أنه النايب يرجع للجيهة متاعه مثلا عنده ثلاثة أيام في الأسبوع عمل في اليجيانة البرلمانية في المجلس بصفة عامة الأربع يام الأخرين نراه يرجع للجيهة متاعه وينظم اللقاءات اليومية مع مواطنين وقتها نجموا نتفهموا النقطة متاع المشاكل والملفات الخاصة الملفات الشخصية هذي العادي واللي من المفروض ما نحكيه وش عليه لكن وقت نرتقيه إلى تنظيم لقاءات مع أكثر من النايب ما عادش تولي لقاءات فردية مش تولي لقاءات عامة دونك معاش لازم تطرح المشاكل هذي توليت لازم تطرح مشاكل على نطاق أوسع تمس معادها شريحة وفيئة أكثر واضح وليد هو الأسبوع الجهاد في حد ذاته وبش هذين تحدثوا فيه في 28 دقيقة اللي مازالونا مع بعضنا في حد ذاته ماهوش واضح الملمح متاعه هذي من المشكلة من المشاكل الكبار اللي نواجهوهم هنا نخترح عليكم أن نغوصوا في وسط الموضوع بعد بضعة دقائق نسمعوا أغنية والأغنية شايمة هي نغم لمجموعة تنسية برغو زيرويت لا أسمر خوية بعض اللحظات ونسمعوا مجموعة برغو زيرويت برغو زيرويت برغو زيرويت سمحونا ثم بعض خطأ هذوما في الظروف المباشر برغو زيرويت موسيقى 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 يلالي لاخو يلحبوه يحبو جاني في الكبدان بجدش اليوم يلحقني غدوه يالاسمر خو يلحب نزه معك أيام يا لالي لال برح جانية يا الجاني رايك دو مبدودة يا ومسني اخويا بالعين السودة يا حليلي حليلي نحب نزها معاك يا يا لالي لال برح جانية يا الجاني رايك علم خد يا يا مخر يا الليلة عدة يا لالاسمر خويا نحب نزها معاك يا يا جاني رايك يا جاني رايك يا جاني رايك يا جاني رايك يا رايك اشتركوا في القناة 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 يعني من جهة عمينة انت ذكرت انو فاما مصاريف متاع على تواصل ووليد انت ذكرت انو فاما من الوسائل اذكرتها مثلا مواقع التواصل الاجتماعي ما تكلف حد شيء يعني اللافتات تتكلف المواقع ما تكلفش لكن مازلنا ما نعرفوش اذا الميزانية فيها شيء مخصص لللافتات اللي هي تكلف فلوس للنائب اي خلينا اقولو عنا ثيقة كاملة في زميننا ذي ايه وثماتسعة وتسعين بالمئة دي ما ثمش خاطر لوجنا وهو تباركالا يشارك في برنامج اقتصاد كما دي نسمعه سيدة على الاذعة الوطنية ودي ما كي بربش باربش بالصحيح يعني والين حيوه زميننا محمد ذي الهمامي اه يعني تقوش عليها حاجة مكتوبة في النظام الداخلي اللي ما عندهيش الاصدام تاها اما سمعنا باكزمبل المواطنين كيفاش يقولوا انو صلحة لهم مش شيء هدا اه انتي من موقعك امينة حذرت عليهم خلينا اقولوا من الكوليس حذرت لقاءات مع النواب شنية كانت نظرتك يعني للنتائج للقاءات هذي يسلحوا حاجة؟ اه طبعا قول الله لكن ما يسلحوش هو من جهة المواطن وبعد ايضا نحكي من جهة النئب خطر الزوز يعني من جهة المواطن كي ما انتي سجلتهم وشفت وسمعت يعني شو يقول لك يعني بعض انتخابات زارونا ما زاروناش اه شفناهم ما شفناهم مش معنا وصلني لهم مشكنا ولاي اه مفيدة للمواطن المواطن الخطر مش انتخب كهو ما نحبوش نكرسو كا يعني وحتى هاك المواطن يلزموا يعني بعض ما انتخب مش انتخبت فقط ولكنش نرجعو بالتالي يعني ذاك ننتخبو ونمشي وكهو ننتخبو المواطن يلزموا يوصل صوتو هيدا من جهة المواطن يعني ويسائل ويناقشه للوحي وسط المشاكل اللي قاعدة فما مشاكل تصير يعني اه بتاع المواطن ولا هي مش مش شخصية مشاكل تخص حتى شريحها مثل الفلاحين مثلا اه من جهة النائب نائب نحبوه اه معناتها احنا من خلالها النقاش هيدا النائب يولي في اتصال مباشر مع المواطن بش يسمع عشين قضايا ما يقعدش ينتظر يعني السحيح النحيي والميديا اللي قاعدة تقوم فيه وساعات توصل شون يساير اما اكا الكونتاكت المباشر بينها بين النائب وبين هيدا نحبوه يعني يكون باش حتى النائب اه اكا المواطن اللي ينتخبو يكون في اتصال مباشر معاه ويسمع مش كي ما يسمع المشكلة من التلفزة وليه كي ما يسمعها من عنده ديريكت يعني ولا نحنا كن بدنا انو نوجه سؤال زادة العضو من مكتب مجلس نويب الشعب اللي قال لنا بش يكون معنا للأسف ما هوش موجود ولكن يبقى سؤال متروح انتي وليد احضرت احضرت برشة مرات يعني على على اسبوع في الجهات يقول القايل كي تطرح يعني كيفاش لاحظت انو يصلح الحاجة يعني شنية هو الساعة فما نقطة مهمة ياسر مفيدة ولازم تكون حاجة يبني عليها اسبوع الجهات اللي هي نقطة الثيق بين المواطن والنائب والمواطن المسؤول بصفة عامة انك توجد مرة في الشهر ولا مرة في ثلاثة شهور في بلاسة واضحة ومعلومة للناس الكل هذي يرا هو يكسب ثيقة معتها اكل علاقة اللي بينات المواطن والمسؤول تتقلص وتسهيل ووقتها ما عادش نسمعوا الكلمة اللي اسمعناها بكري في الروبورتاج متاع اه تينا هم يجيون خاطر فهم انتخابات بلدية هم يجيون لونك هذي النقطة الثانية واللي ابرمون فيقوا بيها السناء فيق بيها المجلس مجلس الشعب مش مجلس التأسيسي انو اسبوع الجهات ميمشيولوش النواب منتاع الجه هذيك ومهم يسر الفاكتور هذا لانو حاجة كي من هكا راهي تساهم في تعوين المسئوليات بطريقة رهيبة انا حضرت مثلا في ندوة ولا اسبوع اي اطار معين يحضروا فيه نواب ونلقاوا الامور ماشية في انو هذو ما نواب بعثينهم المجلس النوابي يمثل وجهة القروين بار اكزامب ونتعامل معهم كبلاك متاع نواب القروين حبينا ولا اكرهنا النظام السياسي في تونس وشكل السلطة في تونس راهي ما هيش بتمثيلية كتل الجيها ولا كتل دير انتخابيه ذيك اللي رأي تمثيلية حسب الكتل الاحزاب الموجودة غاديك وقت لي بش نحمل المسئولية انا بار اكزامبل راني لازم ينتعلم نفرز بين النايب ذيك شنو يمثل ونايب ذيك شنو يمثل ونايب ذيك شنو يمثل النقطة الاخرانية بالله من بكري ملحوظة نحب نسوها فيه من 2011 علش علش الامور النسبية ياسر نجمش تحكي على التجارب الكل كيف كيف انا معتها فما نايب ولو انه هو فما في العربية حتى النائب نقوله نائب خطر النائب هي المصيبة بالعربي دونك حتى مؤنف نقوله نائب راه دونك يظه اللي نحكي على مؤنف من 2011 الى يوم الناسي هذا شخصيا عمرها ما عرضتني في الجيها لا في نادو لا في غير نادو رغم انك ناشط بارش نادو اي وندور ياسر عمرها ما عرضتني وشنها يرمز في الجيها والله يبع علش حبي تعمل ملاحظة هذي ها على خطر حاجة رمار كابل ماهيش تابعية في الاخر بالكل راه ياخي في خمسة سنين راهي كانت في التأسيسي وتعادية الماجس نواب الشعب راه معاتها هذي يجي في إطار الامور النسبية اللي قتلك عليه دونك راهي مرتبتة زادة بتركيبته فكرة النائب فما نواب زادة راهو وبتعامل تنجم تفيق فما نواب اللي تعرفوا راهو جاي بكري قالها واحد من نواب مايش سميه رغم لي انتفكر اسم قال نمشيوا للجهات باش باش يسمعونا المواطنين يا ليه سيدي يسمعوك في التلفزة المواطنين ماشي قاعد ينتي مش تسمحهم وش هو مش يسمعوك دونك مهمي معات هذي التفاصيل اللي تفهم رفما نواب زادة راهو يخدموا للحساب الخاص وصحيح المواطن اللي قال بكري جاي انتخابات معات احنا يذولي بعد ما نسمعو اصداء المجلس باش نحكيو اكثر على شو يتوقع المواطن ونتمنىو النواب الكل يسمعو صورته مكتب المجلس باش نذكر نظام داخلي لمجلس نواب الشعب كما اسمي واضح ينظم خدمة المجلس النواب وقتها يحضروا كيفاش يصوتوا كيفاش يتنظموا في الليجان وغيرها فريق مرصد مجلس مناجم يتبع خدمة نواب الشعب بناء على اللي وضحوا نظام الداخلي كرونيك اصداء المجلس مع امنى شبعان من جمعية البوصلة وسبوع الجهات اللي تعدى هو ربع خدمة المجلس في شهر في الوسبوع هذا مرصد مجلس ناجم يتبع خدمة النواب اللي رغم هذا اجتمع فلانجة المالية في باردو وبالفعل لجنة هذه اجتمعت 4 مرات منها 20 ساعة و 30 دقيقة خدمة و 4 ساعة و 25 دقيقة تأخير لكن على عكس تتبع خدمة النواب في لجنة المالية خلال هذا السبوع ما نجمش الفريق يتبع خدمة النواب في الجهات نسبب بسيط جدا النظام الداخلي ما يوضحش نواب الضبط النائب لازم يعمل في جهته قد ديه وقت لازم يعدي فين يلتقي بالشعب اللي نوبه كيفاش يوثق الشاي هذاء النظام الداخلي بدع المجلس نجمه نعدله بشي وضحن المسألة هذي يعطينا مؤشرات كيفاش نتبع خدمة النائب وسبوع الجهات ممكن يكون فرصة مهمة للنائب بشيفهم واقع المواطن اكثر يدفع لي خلال نشاطه في التصويت في النقاش وفي مسألة الحكومة مرحبا بكم من جديد مستمعينات ومالي ساعتين و51 دقيقة تسمعوا في برنامج بر الأمان موضوعنا أسبوع في الجهات هل هو موجود أم عدم موجود عليش ما هوش موجود بالقدر الكافي ذكروا لي في الدورة النيابية الحالية الدورة النيابية الثانية المجلس نوي بالشعب تم تنظيم زوز أسبوع جهات رغم أنه يلجم يتم مرة في الشهر ودورة النيابية بدأت في أكتوبر نخليكم تحت بو مستمعينا ذكروا ليشكون معنا في استوديو أمينا غريت مناسقة برنامج تشريك المواطن في جامعة البوطلة مرحبا بكم من جديد أمينا سيمان شي الحربوي عضو مكتب مجلس نوي بالشعب ما نجمش يجي معنا نحيوه وإن شاء الله مثلا ما كان الخير وليد الحيسيوي مرحبا بكم من جديد أنت مواطن وناشط من القروين طويل التقديم تيري وشيب وشيب ومعنا عالكنسل محمد العميري وفي التنسيق رامي مجولي وزميلتنا من بر الأمان شريفة الرياحي في مساعدة الانتاج جزء بش نذكر محمد أنه اللي يسمع فينا ينجم يتفعل معنا على صفحة الفيسبوك بر الأمان وزادة كيف كيف على تويتر بر الأمان لو فرضنا أنه المجلس كيف ما قل يعني أقر أسبوع الجهيد كيفاش نعرفه شنو اللي عملون هو وين تلموا وقتاش تلموا كيفاش أنت سمعت تنهيدة من عندك وليد على خطرة ذاية النقطة أنت أشرت لها من بكري ما سمعتش بالأسبوع اللي هو تم ثمم حتى أنت أمينة موافقة يعني المستمعين والمتفرجين إنجموا يتفرجوا علينا على الويبكام على موقع الإذاعة الوطنية إنجموا يشوفوا لرياكسين متاعكم ورد الأمحال متاعكم وينو كيفاش أسبوع الجهيد يعني في أي بلاسة أي مكان أي مقر هذا اللي هذا اللي كي تترحل مرة هذية في تجربين وقتلين ضمن اللقاء بعض المواطنين أصلا ما يسمعوش به ما يسمعوش به أسبوع الجهيد لا ما يسمعوش به ما أنت مش مسموع أنت ما يعرفوش كإيفانت يعني تصير كحدث يعني ما هوش موجود في بالهمش يعني فما استغراب فما استغراب من عند المواطنين وهذا كله تسجل يعني فما تم تسجيل يعني مواطنين ما هم شفيقين إنه فما أسبوع جهيد يعني أنتو ما يسمكم بقولولهم اللي فما أسبوع الجهيد من جهة ومن جهة أنتو ما مكمش أسبوع الجهيد نقطة الكميونيكاشن وصحة اللي هو مش قاعد يتفعل كما قلت أنت زوز يعني كان أحنا بدينها يعني كجمعين تباصل نظمنا توزز لقائت ما اللي بدينها هي سلسلة لقاشات باش تكون كل شهر زيدا عملنا لحد الآن يعني زوز كان واحد في تيلة وثاني في تجروين تصير كوميكاشن ورغم الكوميكاشن يعني كما تعرف كنقول وحنا الكيف ولا تجروين راي فيها قداش من منطقة وقداش من جهة معنط فيها تجروين مش نتحولنا فيها اللي هي كبيرة بالك دي ومن ثاني أكبر مع تمضيء في كيف أنا عندي سؤال أنه وليد ناجم يقارن بين أسبوع الجهات في مجلس الوطني التأسيسي وفي مجلس نهاية الشعب ويظهر لي أمينة ناجم تقارن بين حلقة نقاش الإجرات في تيلة في القصرين وحلقة نقاش الإجرات في تجروين في الكيف مش نسأل كل واحد منكم على حدة أول يعني أكثر فرق كان بين حلقتين نقاش أمينة وكيفاش أثر على الحلقة النقاش هذا الفرق في تيلة ولا في تجروين في تيلة هو في الثنين اللي اشتركوا فيه انه فما تجمع برشة من وطنين انه وقوينه النقب بعد ما انتخبته وقوينه هذا فما أجمع عليه من في تيلة وفي تجروين بالنسبة للكيفاش كانت عملية التواصل مع في تيلة كانت فما المواطنين كانوا من عدة يعني جيوا مواطنين عندهم برشة خلفيات يعني شمعنية خلفيات اجتماعية مادية سياسية كل واحد معنطها جيوا برشة فما وفما ناس اللي فما جرحى الثورة يعني حتى حسب الملفات وحسب واختيارنا للمكان هو اللي يجلب أكثر يعني فما زدا اخترنا في تيلة عين تيلة يعني صعيب برشة بشي جي من القاسين سانتخ مثلا فهمت يعني تيلة لما تيلة جماعة يعني تيلة ما مشيتوش مركز الولاية يعني في الحالتين مشيتوش مركز الولاية هذية زدا من ضمن اختياراتنا للمكان انو حبو نبعده على السانتخ يعني حتى كيصيروا أي اجتماعات ولا تصير أي حدف بشيصير في مثلا قاسين سانتخ احنا حبينا نمشي زدا نمشيو للجهات اللي مش مش سانتخ معانتها دي سانتخ في الجهة في وسط الجهة نفتح خناجع سؤال زميلتي السؤال شايمة تيلة تجيروين شنه الفرق ما بين النتائج بتاعه الى حد الآن احنا خطر شنو هو اللي يصير النتائج يعني من بعد كيفاش النائبي التشخيص كما قلت انت اللي يصير واللي ياخذ المشاكل اللي يسمحها كما قلت انت نائبي يسمع يعني نهارتها بشي يسمع النتائج تكون خلال البلانياغ اللي يعملون في المجلس جلسة العامة في المجلس جلسة العامة تماشي حدف هكذا واضح شفتوه يعني ثم ربط ما بين اللقاء نظمته وحاجة سمعتوها في اللجنة في الجلسة العامة والله يسمعنا وقتها مادام سامي عبو مادام يمين الزغليمي صرح اللي حضروا في تيلة وقتها اكبر حاجة اللي عملت له مكا شك فيش الشارع الرئيسي في تيلة في عشرة قاوي يعني انا تحولت بين الوقت شفت القاوي يعني فمن بارشة مواطنين في القاوي كبالشارع الرئيسي بجنب دار الثقافة تلقى بحذيها ثلاثة قاوي اربع قاوي بجنب بعضهم يعني كان حوصلوا للمواطن انه ثم جمعية نظمة لقاء ما بين نواب وما بين مواطنين في مكان عام خارج مركز الولاية والمواضيع اللي تحثوا فيها فكل لقاء هذيك دخلوا تحت قبة المجلس وهذا في حد ذاته كما قولوا انه ويصيروا اجتماعات كان من عندها من الغدوة بشيصير مع وزير الداخلية فهم اجتماع ولي بشي تم تطرح فيه مشكلة ساسمحها خلال النقاش بلا انا شناجع الواليد الفرق بين الفترة المجلس المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب اما الفرق كيف بش تقولهولي نحط في بنا انه النواب يكونوا يسمع فينا نظام داخلي حاجة نجم تتنقح انتي ذكرت مسألت الثقة الثقة بين النواب والمواطنين ذكرت انه لو كان فما مكان واضح راه ممكن اسبوع جهات يكون انجع حكي لنا شوي على الفرقات هي اول سؤال يطرح نتصوره معتها كانت تحكي تحكي على ونظمتها بوسنا معتها على اقل السؤال اللي هنا شكون ينظم مسبوع الجهات طو ايامنا تحكي على الجمعية هي لنظمة اللقاء هذا لكن اسبوع الجهات المنصوص علي في القانون في نظام هو مكتب المجلس ممفروض ينسع مكتب المجلس شنو الامتداد متاعه في الجهة عدتها شنو الفيزا في متاعه في الجهة مش ترقاها انه الولاية اوتوماتيكما لا مش اوتوماتيكما علش على خطة تم التفريق ما بين سلط بذب الولاية هي امتداد اللي نارف وانه مفمش مكتب جهوية المكتب مجلس النوير هذي ما الاسألة اللي ترحوها النواب اللي تلاقينا معاهم وهو ما في الحقيقة نقص عليك سمحنا ماليد على خطر الوقت ضربنا شوي في الحقيقة ثم النواب يحبوا يحضروا وللأسف ما ينجموش يحضروا على خطر الأسبوع جهاتي نجم يتم فيه ليجين كيف ما شفنا في لجنة المالية نقترح عليكم انو الحوار نكملوه على صفحة الفيسبوك متاعنا حال الوقت اخبار الماضي 3 نشكروكم انكم تابعتونا كنتوا تسمعوا في برنامج بر الأمان ملتقى نهار الاربع الجاي من الماضي ساعتين الماضي 3 بر الأمان